بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث السهنوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية وفي هذه الحلقة سوف نستكمل فيها ما كنا قد بدأنا من حديث عن نص العودة للشاعر الكبير إبراهيم ناجي نذكر في بداية هذه الحلقة بما قلناه في الحلقة الماضية إبراهيم ناجي أحد شعراء جماعة الديوان وجماعة الديوان أحد فروع المدرسة الرومانسية مدرسة الرومانسية لها ثلاثة فروع جماعة الديوان وكنا تكلمنا عنها وأخذنا نص عليها للأستاذ عبد الرحمن شكري لهو نص أصفور الجنة وجماعة الديوان اللي احنا بنتكلم عنها وبعدين عندنا جماعة المهاجر وكنا قلنا أن هذه المدرسة السلاس التي تنزل تحت عنوان واحد اللي هو الرومانسية بتشترك في عدة أمور وكل مدرسة بتتميز عن غيرها بميزة يعني بيشتركوا مثلا زي ما قلنا في حب الطبيعة بيشتركوا في الهروب من الواقع المؤلم إلى عالم افتراضي مملوء بالحسن والجمال والمثل العليا ظهور نزعة التشاؤم اللي قد تصل أحيانا إلى الكآبة ظهور أيضا عندهم أن هم كانوا بيتفقوا في أنهم بيهتموا بالوزن ولكن القافية عندهم متعددة تعدد القافية وقلنا قبل كده أن ده بيبقى الهدف منه دفع الملالة عن النفس يعني عدة أمور اشتركوا فيها كميعا وإن كان كل مدرسة من المدارس بتتميز عن المدرسة الأخرى بميزة تميزها هي بذاتها إبراهيم ناجي أحد مؤسسي مدرسة أبولو وهو وكيل هذه المدرسة النص اسمه العودة وكنا بدأنا الحديث في الحلقة الماضية وكنا قلنا في عجالة برضو عشان نربط الأفكار ببعض كنا قلنا أن الأستاذ إبراهيم ناجي خاض تجربة حب وهجرته محبوبته ومرت عليه سنوات طويلة ابتعد فيها عن مكان دار محبوبته وحاول فيها أن ينسى هذه التجربة بكل آلامها وبكل مشكلاتها وبكل ظروفها واتخذ المسيان وسيلة لذلك حتى ظن أنه قد نسي هذه التجربة تماما ولكنه في يوم من الأيام مر أو عاد أمام أو إلى بيت محبوبته فإذا كل ما ظن أنه قد نسيه يعود أمام ناظريه مرة واحدة وكأن التجربة التي مر عليها أو مرت عليها سنوات طويلة قد انتهت بالأمس الألم نفس الألم والحزن نفس الحزن والرغبة في العودة إلى محبوبته هي نفس الرغبة التي كانت منذ عدة السنوات ولذلك هو قال في بداية الأبياب رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التأد فينادي القلب والماضي الجريح لما عدنا ليتأمى لم نعد لما عدنا أولم نطوي الجراح وانتهينا لفراغ كالعالم يعني هو بيتدي يقول أن قلبي أصبح يتحرك في داخلي كالطير المذبوع تقيل أنت جبت طائر أو ذبحته ووجدته فهو إيه يعني يتحرك حركات عصبية من شدة الألم قلبه يتحرك في داخله كهكذا هو بيقول أنا كنت متوقع أن يحدث نوع من الألم ولكني لم أكن متخيلا لشدة هذا الألم فإحنا تكلمنا عن هذه الأبيات ودي كانت تقدمة لبقية الأبيات اللي موجودة معنا بيقول الشاعر إيه بيقول موطن الحسن ثوى فيه السأم وَسَرَتْ أَنْفَاسُهُ وَأَنَا وبين كلمة الوحدة في النطر كلمة الوحدة وده خطأ شائع على فكرة عندنا يعني يقولك إيه إحنا نعيش في وحدة وقاصدا بها الاتحاد لا وحدة بتعني وحدة يعني الاتحاد وحدة تعني إيه إن الوحد عايش لوحده أنا دلوقتي لما بيقول إيه يعني كلنا وحدة واحدة وحدة واحدة يعني أنا عاعد لوحدة الصواب أنا أقول كلنا وحدة واحدة يعني متحدين فهنا النطق الصعيق وخطأ الوحدة فوق الدرج موطن الحسني هأقول الأبيات تاني زي ما إحنا متعودين إن إحنا بنقرأ الأبيات مرة واثنين وأكثر وأنا شرحت وجهة نظر حضراتكم قبل كده وقلت إن قراءتك للأبيات قراءة صحيحة هي السبيل إلى فهم الأبيات وهي السبيل أيضا إلى فهم مظاهر الجمال لأن أنت لو فهمت الأبيات هتقدر تعرف مظاهر الجمال بمنتهى السهولة يبقى قراءة الأبيات قراءة جيدة مسألة مهمة جدا للنصوص وليفهم النصوص نقرأ الأبيات مرة تانية بيقول الشاعر موطن الحسن ثوى فيه السأم وسرت أنفاسه في جوه وَأَنَا خَلْ لَيْلُ فِيهِ وَجَثَمْ وَجَرَتْ أَشْبَاحُهُ فِي بَهْوِهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ سُرُورٍ وَحَزَنٍ وَاللَّيَالِي مِنْ بَهِيْجٍ وَشَجَيْءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ أَقْدَامَ الزَّمَنِ وَخُطَ الْوَحْدَةِ فَوْقَ الدَّرَجٍ هنشوف بعد كده هنقول بيقول لي علل اكثار الشاعر للمحسنات البديعية هنقول الشاعر هنا استخدم مجموعة من المحسنات البديعية زي الطباق وزي حي وموت وسرور وحزن وبهيج وشهجي وقد استخدمها لتوضيح الفكرة المحسن البديعي دايما بيأتي لتوضيح الفكرة وتوكدها المحسن البديعي ممكن يبقى طباق وانا حاول يعني في هذا النص برضو اتطرق الى بعض الامور البلاغية المهمة اللي بنحتاجها في سؤال البلاغة وبنحتاجها في مظاهر الجمال يعني من الامور اللي انا عايزة فرق بينها واتمنى من ابناء الطلبة والطالبات انهم ياخدوا بالهم منها جدا اثناء قراءتهم للنصوص ان احنا بنفرق ما بين الصورة الجمالية او الخيال او اللون البياني وبين المحسن البديعي يعني لما تسمع كلمة محسن بديعي الاجابة بيكون مختلفة غير لما تسمع كلمة اللون البياني او الصورة الجمالية او الخيال طب ايه الفرق بينهم يا استاذ عشان ابقى عارف اقول ان اللون البياني او لما يقول استقرج لونا بانيا او صورة خيالية او صورة جمالية انا بتحرك هنا بين اربع عنوين اساسية بتحرك بين اربع عنوين بلاغية اساسية ايه هما العنوان الاولاني التشبيه بانواعي المختلفة سواء كان تشبيه مفصل او تشبيه مجمل او تشبيه بليغ او تشبيه تمثيلي او تشبيه ضمني عندي خمس انواع للتشبيه وممكن نعود ان شاء الله الى هذا الامر في حلقة مستقلة نفصل الكلام فيها تفصيل يبقى عندي التشبيه وعندي الاستعارة بنوعيها سواء كانت استعارة مكنية او استعارة تصريحية وانا اشرت اليه اكتر من مرة وقلت ان الاستعارة التصريحية ان هنا ما بجبش المشبه بحزف المشبه وصرح بالمشبه به عندما لما اقول عبر الاسود القناة عبر الاسود القناة الاستعارة هنا استعارة تصريحية لان الاسود انا لا اقصد المعنى الحقيق ولكن اقصد اقول ايه عبر جنودنا الاسود الى القناة عبر جنودنا الاسود القناة فالجنود هي المشبه والاسود هي المشبه به يبقى الجنود مشبه والاسود طب من اللي موجود معايا في المثال اللي انا قلته اللي موجود معايا في المثال اللي أنا قلته الأسود اللي هو المشبه به طب ومين المحزوف المحزوف الجنود يبقى هنا إيه الاستعارة اسمها استعارة الصراعية حذف المشبه وصرح بالمشبه به طب والاستعارة المكنية الاستعارة المكنية على عكس الاستعارة الصراعية بحذف المشبه وصرح بالمشبه به والاستعارة الصراعية من أكثر أنواع الصور الجمالية اللي ممكن بتظهر عندك في النصوص وهنشوف لها أمثلة وإحنا بنشرح إن شاء الله مثال يعني توضيحي لما أقول إيه البحر يضحك البحر يضحك البحر هنا هقول استعارة مكنية طب إنت عرفت إيه أقولك استعارة مكنية أصور البحر كأنه إنسان طب إنت جبت منين كلمة إنسان اللي هو المشبه به عرفت منين اللي مشبه به هو الإنسان أقول وجاء بصفة من صفاته يعني أنا لما بحث في المشبه ما بسبكش لوحدك لا بسيب لك مفتاح بتقدر أنت تفتح به الجملة وتقدر تحدد المشبه به يبقى المشبه به هنا الإنسان وسر الجمال زي ما قلنا في الحلقة الماضية إن أنت لو شبهت بإنسان في الاستعارة المكنية بتقول سر الجمال التشخيص لو شبهت بأي حاجة تاني غير الإنسان بتقول سر الجمال التكسيم زي ما قلنا في النص السابق وهنا في النص الأولاني عندنا في الجزء الأول لما هو الرجل الشاعر بيقول رفرف القلب بجنبي كالذبيح رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتفه يا قلب التائب أنا لما أقف قدام صورة مثلا يا قلبه هقول هنا استعارة مكنية استعارة مكنية ليه؟ لأنه شبه القلب بإنسان صور القلب بإنسان يسمع النداء ويستجيب ليه تمام؟ طب هو موجود قدامي كلمة إنسان مش موجود قدامي كلمة إنسان حزفها وجاء بصورة من صورها إنه هو بيسمع النداء ويستجيب للنداء ويرد عليك يبقى هنا استعارة مكنية يبقى دي ثلاث نوع في لون البياني في لون البياني لو قلت لك هات لون بياني أو صورة بلاغية أو حص بديعي ده ثلاث إيه لون بياني أو صورة بلاغية أو صورة جمالية أو بتجيب تشبيه أو بتجيب استعارة الصورة الثالثة الكناية والكناية ده هي إنك إيه يعني حضرتك بتقال أو بتجيب أمر بتعبر عنه بتريد أو بتريد معنيين ولكن أنت لا تريد المعنى القريب إنما تريد المعنى البعيد العرب زمان كانت بتقول إيه فلان كثير الرماد فلان أو هذا الرجل كثير الرماد كان العربي أول ما يسمع العبارة دي يقول لك آه ده رجل كريم ده رجل إيه كريم فأقول له الله طيب أنت عرفت من إنه هو كريم قال لي لأن كثير الرماد فيها كناية عن إنه بيوقد نيران كثيرة بيطبخ كتير عنده ضيوف كتيرة بتأتي فيعدوا لهم الطعام فنتيجة للنيران التي يوقدها تخلف هذا الرماد الكثير يبقى أنا عندي معنى أريد اللي هو وإن الرماد كثير وعندي معنى بعيد اللي هو إيه إنه هو كريم دي كناية الصورة الرابعة مش بتيجي كتير ولكنها موجودة اللي هي المجاز المرسل طيب والمحسن البديع زي ما موجود قدامنا على في الصورة التي أمامنا المحسن البديع لم يجلس أن يقول لها هات محسن البديع لا أمر مختلف المحسن البديع يعني طباق المثل اللي هو كلمتين عكس بعض أو مقابلة يعني معنين عكس بعض أو يقولنا يقولنا طباق وقلنا مقابلة حسن تقسيم حسن التقسيم من محسن البديع وخذنا نموذج لحسن التقسيم في نص المساء لما الشعر كان بيقول متفرد بكآبتي متفرد بصبابتي متفرد بعنائي وحسن التقسيم بيعطي جرس موسيقي وحسن التقسيم لا يكون إلا في الشعر من المحسنات البديعية حاجة اسمها التصريع والتصريع ده بيجي في أول الأبيات فقط زي أحمد شوق قصيدة مشهورة مقرارة طلاب السنوية العامة بيقول فيها اختلاف النهار والليل ينسي ذكرها لي الصبا وأيام أنسي بين كلمة ينسي وبين كلمة أنسي في تصريع وبيجي في أول القصيدة فقط يبقى قلنا التصريع وقلنا المحسن البديعي وقلنا حضرتك حاجة جميلة جدا ومشهورة أول بدي كتير السجع ولا يأتي إلا في النسر اللي هو اتفاق أواخر جملتين أو أكتر جملتين أو أكتر في الحرف الأخير فبيعطي نوع من السجع أو بيعطي نوع من الجرس الموسيق لازدواج لازدواج يعني أن أنا بجيب جملتين أو أكثر بينهم توازن إلى غير ذلك من المحسنات البديعية وأنا عندي هنا لما قال يا بين حي الطباق بين كلمة حي وموت وبين كلمة سرور وحزن وبين كلمة بهيج وشاجي هتلاحظ أن هنا في طباق يعني كلمات عكس بعضها الطباق دايما بيستخدم لتوضيح الفكرة وتأكدها برضو لما قال نصح هنا والاستفهام لما عدنا يفيد الاستنكار وإظهار الحصر بيقول لي على الاستخدام الشاعر للأساليب الخبرية أنا قلت في أثناء شرع أن استخدام الأسلوب الخبري الهدف منه التقرير وإظهار الكلام على أنه حقيقة مسلم بها النص يعالج موضوعا من أهم الموضوعات التي شغلت شعراء مدرسة أبولو ناقش ذلك إيه هو الموضوع ده موضوع الحنين إلى ذكريات أو الحنين إلى موطن الذكريات والعودة إليه وفي شوق وفي لهفة أهم سمات مدرسة أبولو في القصيدة عندي نزعة التجديد لديهم تشقيص وتجسيد وحوار داخلي تنوع في القوافي زي ما الحص أنه حينما بيستخدم قافية الياء تجسيد والحوار الداخلي هو بيخاطب القلب يا قلب ولما عدنا ليك أن لم نعض شعر بيجري حوار داخلي داخل القصيدة وبيسأل أسئلة وبيجاو على الأسئلة تنويع القوافي هنلاحظ هنا هو أن برضو الأبيات اللي عندنا قوافيها متنوعة ومتعددة كل مقطع فيه قوافية جديدة وحدة الموضوع القصيدة كلها عبارة عن تجربة شعورية وتجربة ذاتية بعد كده النص الشاعري مزيج من العاطفة والألفاظ بين إلى أي مدى وفق الشاعر في ذلك العاطفة اللي استخدمها الشاعر هنا واضحة جدا الشاعر بيستغرق في تجربته ويعبر عنها بصدق وما يحمله من أشجان وهموم وتحس أنه بيعمل تصوير بارع أي نص أي نص لازم يبقى في هذه الثلاثية العاطفة والألفاظ والخيال العاطفة والألفاظ والخيال العاطفة تبقى عاطفة الفخرة عاطفة الحنين عاطفة إلى آخره فالعاطفة هنا هو طبعا الحزن الشديد على فقدان آزيل المحبوب فيه تصوير بارع لخلاجات النفس وخواطر القلب وعشان كده كان الحوار الداخلي يا قلب التأد فيجيب القلب والماضي الجريح لما عدنا ليتأنى لم نعد حوار داخلي ده تحس أنه فيه ثورة في داخل النفس يعبر عنها من خلال هذا الحوار الذي تدركه بوضوح في القصيدة جاءت الألفاظ ملائمة للموضوع ودقيقة وموحية ألفاظ هتلاحظ فيها أن فيها ألم وأن فيها حزن شديد وهي ألفاظ عزبة وكنا قلنا وإحنا بنتكلم عن المدرسة الرومانسية أن المدرسة الرومانسية بتستخدم ألفاظ سهلة ليس ألفاظ معجمية ألفاظ سهلة رقيقة واضحة وفي نفس الوقت بتحمل في داخلها طاقة إيحائية عظيمة إيحاء اللفظ بيوحي بكذا هذا اللفظ بيوحي بكذا الخيال القصيدة لوحة متناسقة الألوان والظلال والخيال وهنا أنا عايز ألفت النظر إلى حاجة اسمها الصورة الكلية حاجة اسمها الايه الصورة الكلية الصورة الكلية بحاجة يعني موجودة كثيرا جدا عند شعراء المدرسة الرومانسية كانوا يجيدونها ويجيدون نسجها ويجيدون القول فيها اللي هي ايه الصورة الكلية دي أركانها ايه تركبها ايه الصورة الكلية يعني أنا بجيب مجموعة من الأبيات وبيبقى عندي فيها صوت لون حركة صوت صوت ولون وحركة طيب جميل خالص اين الصوت واين اللون واين الحركة الصوت مثلا لما اهتف يا قلب التأد فيجيب القلب والماضي الجريح لما عدنا ليت ان لم نعد اولم نطوي الجراع حوار صوت واحد بيهتف ويقول بصوت عالي جدا يبقى ده الصوت طيب والحركة لما قال مثلا رفرف القلب رفرف يعني تحرك وكذبيح يعني ويتحرك تحرك المسبوع وانا يا قلبي التأد اهدى طيب واللون لما قال استخدم كلمة مظلم واستخدم كلمة سكن فبنشعر ان في حالة الظلام او حالة الغروب او كذا يبقى هنا الشاعر اجاد نزج الصورة الصورة الخيال لوحة متناسقة الالوان متناسقة الظلال متناسقة الصور في سنة تشخيص وتكسيم اه انه هو شخص القلب وقسم اشياء اخرى اه الرؤى الاحلام الخيالات الدمع يجيب يجيب الدمع السأم اللي هو الضيق والملل كأنها انفاس تسري ليل الوحشة ظلام مطبق تسري فيه الاشباع الزمن يشخص فيسمع صوت اقدامه وخط الوحدة فوق الدرج فهي صورة جزئية متناسقة يعني واضحة وزي ما قلت لحضراتكم هم هنا هؤلاء الشعراء كانوا يجيدون رسم هذه رسم هذه الصورة الكلية يبقى اي نص شعري جيد لابد ان تتحت فيه هذه الامور الثلاثة العاطفة الخيال الألفاز والشاعر وفق في ذلك توفيق كبير جدا الشعر ابراهيم ناجي زي ما قلت لحضراتكم في هذا النص هو عبارة عن ايه عبارة عن يعني وفق توفيق كبير جدا في ذلك يبقى احنا كده عرضنا الى مدرسة الديوان ومدرسة أبولو وان شاء الله هنبدأ دلوقتي حديث جديد عن درس من دروس ادنح المقررة علينا في هذا العام هنعمله ايه يعني نوع من التمهيد هذا الدرس اللي هو درس اسمه اسلوب المتح واسلوب الزب انا سبق قبل كده وكنت قلت لحضراتكم ان عندنا اربع اساليب بندرسهم هذا العام عندي اسلوب النداء وكننا تكلمنا فيه قبل كده وعندي اسلوب الاختصاص وعندي اسلوب المدح والزم وعندي اسلوب التفضيل وكنت انا شرحت لحضراتكم قبل كده اسلوب النداء واسلوب الاختصاص واسلوب التفضيل النهاردة هندي اشارة سريعة كده عن اسلوب المدح والزم المدح والزم من ضمن الاساليب التي استخدمتها اللغة العربية من اجل اظهار الاعجاب او ان الشيء ده كويس او مدح هذا الشيء او عدم مدح واستخدمت لذلك افعال مخصوصا استخدمت لذلك افعالا مخصوصا هي ايه نعمة وبئسة وحبذة ولا حبذة نعمة وبئسة وحبذة ولا حبذة ونعمة وبئسة وحبذة ولا حبذة دي افعال جامدة يعني ايه افعال جامدة الفعل الجامد هو الفعل الذي له صورة واحدة لا تتغير أبدا يعني هو جاء على شكل الماضي ولا يتغير ما بيجيش منه المضارع وما بيجيش منه الايه وما بيجيش منه الأمر يعني نعمة ما ينفعش أجيب منها فعله مضارع وما ينفعش أجيب منها فعله أمر زي ايه الأفعال الجامدة قلنا زي نعمة وبئسة وعندي حبازة ولا حبازة وزي ليسة وزي عسى كل دي بقول عليها أفعال جامدة فأول حاجة عايزة أعرفها في أسلوب المدح والزم إن أنا بستخدم أفعال جامدة أسلوب المدح وأسلوب الزم هو جملة بتتكون من مبتدأ وخبر بتتكون من من ايه من مبتدأ وخبر ولكن الجملة عندي بتبتدي بالخبر بيقدم والمبتدأ بيؤخذ يعني أنا لما أقول إيه نعمة الخلق الصدق نعمة الخلق الصدق لما الجملة ده هي اللي أنا قلتها لحضراتكم نعمة الخلق الصدق مكونة من ثلاثة أجزاء مكونة من ايه مكونة من ثلاثة أجزاء إننا نتبع معها في اللي أنا بقوله أنا قلت إيه نعمة الخلق الصدق وقلت إنها مكونة من ثلاثة أجزاء الجزء الأول الفعل اللي هو نعمة والجزء الثاني الفاعل اللي هو الخلق والجزء الثالث اسمه المخصوص بالمتح أو المخصوص بالزم وفي الجملة اللي عندنا هنا هو مخصوص بالمتح لإننا بتريد بنعمة اللي هو فعل من أفعال المتح فأسلوب المتح أو أسلوب الزم يعني أنا لما أدي مثال على المتح أو على الزم الكلام واحد فيه النوعي بيتتو من فعل وفاعل ومخصوص بالمتح اللي أنا بسميه لما أجعره وبسميه بقول عليه إيه بقول عليه مبتدأ مؤخر وده يرجعني للكلام اللي أنا قلته في البداية إنها جملة اسمية لإن الجملة الاسمية متكونة من مبتدأ وإيه متكونة من مبتدأ وخبر فالمبتدأ عندي هو كلمة الصدق نعمة الخلق والصدق ولما أجعره وبقول عليه مبتدأ مؤخر طب وفين الفعل بتاعه وفين الخبر بتاعه الخبر بتاعه هو الجملة الفعلية التي جاءت في بداية الكلام اللي هي نعمة الخلق يبقى أقول كلامي تاني أنا دلوقتي عندي جملة بقول نعمة الخلق والصدق هو دلوقتي بيقول لي استخرج اسلوب متح وابين أجزاء وروح مطلع له الجملة دي كلها على بعضها كده نعمة الخلق والصدق طب فين أجزاء أقول له نعمة فعل المتح الخلق هو الايه الفاعل الصدق هو المخصوص بالمتح طب يقول لي أعربها هقوله فعل المتح عموما وفعل الزم عموما أنا أتلاحظ إن الإعراب بتاعهم واحد تقريبا أنا بسمعه فعل ماضي جامد مبني على الفاتح فعل ماضي جامد مبني على الفاتح سواء قلت نعمة سواء قلت بئسة سواء قلت حبذة اللي هتكلم عنها بعد شوية أو قلت لا حبذة في كل الأحوال فعل ماضي جامد مبني على الايه الفاتح طب والفاعل اللي هو الخلق الخلق هنا هيتعرف فاعل مرفوع وعلامة الرفع الايه الضمة طيب والصدق اللي هو المخصوص بالمتح هنقول ايه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة اعرف الإعراب واحفظه كويس طيب لو خدنا مثال على الزم لما أقول مثلا بئسة الخلق الكذب بئسة الخلق الكذب فالخلق أو بئسة الخلق بئسة فعل ماضي جامد طب ده الأول أسلوب مدحل أسلوب زم أسلوب زم طب منين عرفت أنه هو أسلوب زم لأن ابتدأت بفعل الزم بئسة ابتدأت بفعل الزم بئس فبئسة برضو هعيد هتلاحظ نفس الإعراب اللي أنا قلته معه نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح والفاعل ضمير مستطيع لا الفاعل هنا الظاهر الفاعل اللي هو كلمة الخلق الخلق فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة والكذب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضم طب السؤال هنا هون هل حكاية المبتدأ المؤخر مبئسة الخلق الكذب ومثل أو نعمة الخلق والصدق هل المبتدأ المؤخر ده لازم يبقى مؤخر على طول اللي والله يجوز أن المبتدأ ده يتقدم يعني ممكن يجي في أول الكلام وأقول كده إيه الكذب وبئس الخلق والصدق نعمة الخلق بس في الحالة دي بقى عايز ألفت النظر لحاجة إذا أنا جبت المخصوص بالمدح في أول الكلام أو المخصوص بالذن في أول الكلام يبقى في الحالة دي بقى عارب عادي جدا نقول مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة ونعمة فعل كذا والخلق فاعل والجملة الفعلية فيه محل رفع خبر يبقى هنا مع نعمة خذ بالك أوي من النقطة ده هي والتفت عزيز الطالب عزيزات الطالبة إلى هذه النقطة إن المبتدأ أو المخصوص بالمدح مع نعمة وبئسة يجوز أن يتقدم يعني يجي في أول الجملة ويجوز أن يتأخر إذا جاء في آخر الجملة يبقى أنا هعربه زي ما بقول كده مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة طب إذا جاء في صدر الجملة أو جاء في بداية الجملة يبقى يتعيني بعادي خالص بقول عليه مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة تمام كده أو على حسب بقى إذا كان ممكن يبقى مرفوع وعلامة الرفع الضمة إلى آخر طيب هنرجع بعد كده هو أو قبل ما سيب نعمة وبعسة وروح لحبازة ولا حبازة فيه نقطة مهمة هتستغرق مننا بعض من الوقت اللي هي إيه؟ اللي هي فاعل نعمة وبعسة أو نوع فاعل نعمة وبعسة هقول إن نعمة وبعسة إحنا اتفقنا إن بيجي وراها على طول مباشرة فاعل وقود بالك من النقطة دي الفاعل يأتي وراءها مباشرة ففيش فاصل بينه وبينها طيب الفاعل لما بيجي وراها الفاعل ده ليه عدة أنواع أربع أنواع تحديدة النوع الأولاني إن الفاعل بيبقى معرف بأل الفاعل بيبقى معرف بأل يعني الفاعل أوله ألف ولاب النوع الثاني الفاعل مضاف إلى المعرف بأل الفاعل مضاف إلى المعرف بأل النوع الثالث الفاعل بيبقى ضمير مستتر يفسره وتمييزه النوع الرابع الفاعل بيبقى لإسم الموصول هو من أو ما يبقى فاعل نعمة وبئسة أربعة أنواق معرف بأل مضاف إلى المعرفة نمر التلاتة بيبقى ضمير مستتر يفسره وتمييزه نمر التأربعة اللي هو بيبقى إيه اسمه وصول من أو ما ناخد أمثلة يعني المثال الأولى مثلا أن الفاعل معرف بأل زي الأمثلة اللي أنا شرحت عليها لما أنا قلت نعمة الخلقه الصدقه هتلاحظ أن الكلمة اللي جاية بعد نعمة على طول اللي هي كلمة الخلق جاية معرفة بالألف واللام يبقى لو سألني استخرج فاعلا وأعربه وبين نوعه هقوله الفاعل هنا كلمة الخلق إعرابه فاعل مرفوعه علامة الرفع اتضم نوعه معرف بأل طيب اديني النوع التاني اللي هو بمضاف إلى المعرفة أو نضاف إلى المعرف بأل هنقول مثلا نعمة هاخد نفس المثال الأولاني وهقول في إيه نعمة خلق الرجل الصدق نعمة خلق الرجل الصدق هقول مثال تاني نعمة خلق الرجل الصدق هلاحظ إيه على فكرة عايز أشير إلى إشارة مهمة أول أنا لما أقول لك حدد الفاعل أو حدد نوعه أو أعرب الفاعل المفتاح اللي عندك اللي يوصلك للفاعل إن الفاعل بيبقى موجود في السياق التقليدي بتاعنا إن أنا بتريد بنعمة وختمت بإيه بأسلوب المتح وإيه الزم بيبقى الفاعل واقع بينهما الفاعل موجود بين الاتنين بين نعمة وبين إيه وما بين المبتدأ المؤخر اللي هو المخصوص بالمتح أو بين بئسة وبين المخصوص بالإيه بالزم يبقى أنت حضرتك بتحدد فعل المتح أو فعل الزم وبتحدد المخصوص بالمتح أو المخصوص بالزم اللي هو المبتدأ المؤخر ثم تنظر بينهما مصبين الاتنين هتجد الفاعل هنا في الحالة الأولانية إن الفاعل معرف بقال حتلاقي كلمة واحدة أو إلا ألف ولام خلاص ما عنديش مشكلة معها يبقى نوع الفاعل هنا معرف بقال طب النوع التاني المضاف إليه معرفة يبقى عندي كلمتين عندي كلمة أنا حددت قلت نعمة خلق الرجل الصدق الفعل عندي نعمة والمخصوص بالمتح الصدق وهبص بين كلمة نعمة وبين كلمة الصدق سوف أجد كلمتين عجل أقى كلمة خلق وهلاقي كلمة الرجل هلاقي كلمة خلق وهلاقي كلمة إيه الرجل طيب كلمة خلق هي الفاعل وكلمة الرجل هنا إيه مضاف إليه كلمة خلق هي الفاعل وكلمة الرجل مُضافع يبلغoca أعرب أبقى عندي كلمة في أولها ألف ولم مفيهش في أولها ألف ولم والكلمة اللي بعديها ايه؟ في أولها ألف وايه؟ أولها ألف ولم باخد الأولانية باعربها فاعل مرفوع وعلامة الرفع اتضم مثلاً أو على حسب علامة الرفع الموجودة عندي والتانية بتبقى مُضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكث يبقى أنا لو عدت المثال تاني وقلت نعمة خلق الرجل الصدق الفعل بتاع المتح نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح طيب الفاعل كلمة خلق فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة كلمة الرجل مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الصدق مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة وهو المخصوص بالمتح نوع الفاعل هنا ايه مضاف إلى المعرف بإيه بقل النوع الثالث من أنواع الفاعل اسمه ايه ضمير مستتر يفسره تمييزه ضمير مستتر يفسره تمييزه طب مثال على كده لما أقول نعمة صفة الصدق وزي ما قلت لحضراتكم أن أي مثال أنا بقوله على المتح يصلح أن يقال على الذن ممكن أقول بئس صفة الكذب فكل كلام حيقال على الشرح على أسلوب المتح هو نفسه يمكن أن يقال أو يقال إذا جبنا الأمثلة على أسلوب الزم فهنا بقول خلينا نقول بئس صفة الكذب بئس صفة الكذب هرجح هنا للقعدة بتاعت اللي أنا قررتها واللي أنا حددتها لما أجي أحدد نوع الفاعل إيه هي القعدة ده هي؟ القعدة دي بتقول أن أنا بحدد فين المخصوص بالمتح وبعدين بحدد فين فعل المتح أو ببتدي من الأول كان أدي فعل المتح قدامي أو فعل الزم هو ده نعمة أو بئس وبعدين بحدد فين المخصوص بالمتح أو فين المخصوص بالذن وبعدين ببص بينهم أنا لما قلت هنا بئس صفة الكذب عندي فين فعل المتح أنا سامع حد بيقول لي أن فعل الزم هيقول لي فعل الزم هنا بئسة طيب وفين المخصوص بالذن المخصوص بالذن من كلمة الإيه؟ كلمة الكذب طيب موجود بينهم كلمة واحدة فقط اللي هي كلمة صفة كلمة إيه؟ صفة هتلاحظ أن صفة نكرة يعني إيه نكرة؟ عايزة أوضح هنا النقطة دي يعني إيه نكرة؟ كلمة النكرة دي استخدمناها أكتر من مرة استخدمناها في أسلوب النداء والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة فهي مهمة جدا أنك تبقى عارف يعني إيه نكرة؟ النكرة هي اسم شائع في جنسي يعني حاجة مش نحددة حاجة مش واضحة لما قول رجل لما قول بيت لما قول كتاب لما قول فتاة فأي رجل وأي كتاب وأي فتاة طيب بعرفه إزاي ما بيجيش في أوله ألف ولام ما بيجيش في أوله ألف ولام وما يجيش وراء مضاف إليه نقطة مهمة قوي لأن كتير جدا مننا بيقع في هذا الخطأ هو يقول لك آه آه ما فيش في أوله ألف ولام خلاص تبقى إيه نكرة وما يلتفتش إنه ممكن يجي وراء مضاف إليه يعني لما قول بيت هي هنا نكرة قلت بيته بعض الناس ممكن يقع في هذا أو كلمة صفة اللي موجودة معنا في المثال ممكن أقول صفته بعض الناس أو بعض الطلاب من الممكن أن يقع فيه الخطأ ويقول لي آه آه كلمة صفة إيه دا كرة ما فيش في أوله ألف ولام أقول له كلام جميل هي ما فيش في أوله ألف ولام فعلا ولكن بعدها مضاف إليه لو قلت صفته ليه لأنها عبارة عن كلمة صفة مضافة إلى الضمير يبقى مهم جدا 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 لما أجي حد دي النكرة أبص أولها وأبص في آخرها أبص في أولها مش هلاقي جاي في أولها ألف ولام وأبص في آخرها مش هلاقي جيه وراها إيه مش هلاقي جيه وراها مضافة إليه دي نقطة مهمة ودي قاعدة مهمة لازم نقررها ونتأكد إيه منها يبقى أنا بصيت لقيت كلمة صفة درت وتحققت إنها نكرة ما فيش في أوله ألف ولام وفيش بعدها مضاف إليه إذن أين الفاعل أقوله آه الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره حشوب بقى على حسب لما أقول مثلا نعمة خلقا الصدق بئسة صفة الكذب نعمة خلقا الصدق هذه كلمة خلقا ناكرة ما فيش في أوله ألف ولام ما فيش وراها مضاف إليه وابتدأت بكلمة نعمة واللي هي فعل المتح والصدق اللي هو المخصوص بالمتح وبينهم الكلمة النكرة دقية يبقى الفاعل هنا ضمير مستتر يفسره تمييزه تقديره هو كي أني بقول نعمة هو خلقا الصدق واخدوا بالكم من دي قوي لأن دي من أهم الأمثلة اللي ممكن يأتي عليها أسئلة في الامتحان ممكن كمان يعمل معايا في حالة سيدين ممكن يجي ما يسألش عليها على أنها مخصوص بالمتحة أو مخصوص بالزم ولكن يسألني عليها في الإعراف يروح عامل يروح مديني مثال كده في قلب القطع زي ما هو بيقول لي نعمة خلقا الصدق وروح حاطت لي خطة تحت كلمة خلقا وروح حاطت خطة تحت كلمة إيه خلقا ويقول لي أعرب ما تحته خط هو هنا ما قال ليش إيه أسلوب ماتح ولا استخرج مخصوص بالمتح ولا مخصوص بالزم ولا بنوع الفعل إيه ولا جاي بيسألني في موضوع تاني خالص بيقول لي إيه بيقول لي أعرب ما تحته خط طبعا أعرفه إزاي وهارجع وأشير مرة تانية وأنا أشرت إليها في كل حلقات النحو التي قمت بعرضها على حضراتكم قلت لحضرتك سؤال الإعراب سؤال مهم جدا لحضرتك ومعظمنا بيخطئ فيه بيخطئ فيه ليه بيخطئ فيه لأنه هو بيتعامل مع الكلمة بمفردها بيتعامل مع الكلمة بمفردها إحنا في النحو العربي والذات في الإعراب ما بنتعاملش مع الكلمة على أنها مفردها ولكن بنتعامل مع الكلمة على أنها عضو فيه جملة الجملة الكلمة هي جزء من جملة لها موضعها ولها مكانها في هذه الجملة يبقى أنا علشان أقدر أعرف الإعراب الصحيح لأي كلمة موجودة أمامي يبقى لا بد أن أنا أرجع إلى الجملة اللي معاي وشوف فين أول الجملة وإن شاء الله لعلنا نرجع للنقطة دي تحديدا كيف تقوم بالإعراب بشكل صحيح في جزء من حلقة من الحلقات القادمة في المراجعات أو في تدريبات المراجعة إن شاء الله فأنا هنا لما أجأ طبق قاعدتي اللي هي أنا عايز أشوف فين أول الجملة اللي فيها كلمة خلقا هلأ إيها كلمة نعمة هلأ إيها كلمة إيه نعمة يبقى أنا هابتدت عندنا آه نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح وخلقا وهذا المخصص بالمتع أقول له هو كلمة الصدق إذن خلقا هنا هقول إيه أعريبها إعراب وأقول تمييز منصوب وعلامة النصب الفتح هقول الجملة تانية وأعريبها لحضرتك إعراب كامل بقى نعمة خلقا الصدق نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح الفاعل ضمير مستتر تقديره هو هو خلقا تمييز منصوب وعلامة النصب الفتح الصدق مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع اه اتضمى وهو المخصوص بالإيه المخصوص بالمتع يبقى أنا كده هو أشرت إلى ثلاث أنواع من أنواع فاعل نعمة وبئس طيب النوع الرابع من أنواع فاعل نعمة وبئس هو إيه النوع الرابع اللي هو من وما اسم الموصول من واسم الموصول ما واسم الموصول ما بيأتي للعاقل واسم الموصول ما بيأتي لغير العاقل وشرط أساسي أنا قلت لحضرتك أن الفاعل لابد أن يأتي وراء الفعل مباشرة يعني أقول نعمة من أو بئسة ما يبقى لازم ألاقي من أو ما موجودة وراء الفعل مباشرة أقول مثلا بئسة من تصادق الأشرار بئسة من تصادق الأشرار يعني أنا بعيب عليك مصادقة الأشرار هنا الفاعل هنا من طب ليه جبتي من علشان هنا أنا بتكلم عن عاقل طيب نوع الفاعل هنا إيه؟ آآآآآآآآآآآآآآه صادق جملة ليس لها محل من الإعراب وبعدين لما أقول الأشراره بتبقى مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضم وهو طبعا المخصوص وهو طبعا المخصوص بالإيه المخصوص بالزم هنتقل بعد كده إلى حبزة ولا حبزة حبزة ولا حبزة لزيزة قوي وجميلة قوي ما بتاخدش من نواة برضو عندي أسلوب مدح وأسلوب زم المدح بيبقى الحبزة والزم بيبقى بلا حبزة المدح بيبقى حبزة والزم بيبقى بلا حبزة أقول إيه بقى حبزة الصدق الجملة كده حبزة الصدق وهنا حقشير إشارة إن المخصوص بالمدح في المدح بحبزة أو ولا حبزة والزم بلا حبزة المخصوص بالمدح هنا لابد أن يعرى مبتدأ مؤخر وهنا أعمل مقارنة ما بينه وبين المخصوص بالمدح في نعمة وبئسة أنا قلت في نعمة وبئسة إن المخصوص بالمدحة أو المخصوص بالزمت يجوز أن يتقدم يجوز أنه يتقدم وشرحناه في مكانه هنا يجب أن يتأخر المخصوص بالمدح والمخصوص بالزمت ولذلك ممكن يجي في المدحان يعمل لك إيه يدي لك كلمة زي كلمة التعاون مثلا أو مثلا نقول التعاون ويقول لك ضع هذه الكلمة في جملة أو اجعلها مخصوصا بالمدح واجب التأخير يقول لي إيه اجعلها مخصوصا بالمدح واجب التأخير هنا هو ألزمني هشتغل بإيه ألزمني أن أنا لازم أشتغل بحبازة ننفعش أقول نعمة هنا لأنه هو قال لي واجب التأخير فقول له حبازة التعاون طب إعربها إيه؟ إعربها جميل أوي حبة فعل ماضي مبني على الفترة واتفقنا أن كل الأفعال اتفقنا أن كل هذه الأفعال بتبقى مبنية واذا اسم إشارة مبني فيه محل رفع فاعل والتعاون مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة كل الكلام اللي قلناه على حبازة يصدق تماما على لا حبازة لو قلت لا حبازة الكذب وحبة فعله ماضي مبني على الفتح واذا اسم إشارة مبني فيه محل رفع فاعل والكذب مخصوص بالذم اللي هو مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة يعني أعتقد كده أن إحنا أشرنا إشارة سريعة إلى أسلوب المدح وإسلوب الزم بيننا أفعاله بيننا أنواع الفاعل مع نعمة وبئسة بيننا إعراب المخصوص بالمدح وإعراب المخصوص بالذم قلنا امتى بيبقى المخصوص بالمتح والمخصوص بالزمن واجب التأخير وامتى بيبقى المخصوص بالمتح والمخصوص بالزمن جائز بالتأخير وفي النهاية أشكر حضراتكم ويعني أرجو إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم وعلى وعد أن نعود إلى هذا الدرس إن شاء الله بتدريبات يعني نعمل عليه تدريبات نحل عليه أسئلة إن شاء الله في حلقة قادمة شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله